بين الخيال والواقع تعددت القصص والروايات حول القصر الغامض في إمارة رأس الخيمة حكايات غلب عليها طابع الرعب والإثارة والتشويق بنا سمو الشيخ عبد العزيز بن حميد القاسمي طيب الله ثراه سنة 1985 قصراً اعتبر تحفة فنية معمارية مستوحات من كل من الطراز الإسلامي والمغربي والهندي والفارسي يتكون هذا القصر من أربعة طوابق تحتوي على 35 غرفة مزينة جدرانها بنقوش ولوحات فنية وتحف نادرة وتماثيل مجسمة وثريات نفيسة تنير المكان وتبهجه وأكثر ما يشد الأنظار وجود دائرة فلكية تجمع بين كل الأبراج ورغم فخامة هذا القصر ظل مهجوراً 35 سنة ولم يسكنه أحد وتضاربت الأقاويل والإشاعات حول وجود جن وأشباح تسكنه حالياً أصبح هذا القصر وجهة سياحية يقصدها الزوار للتمتع بجماله وإشباع فضولهم أنا السبب الرئيسي اللي خلاني آجي هنا الرأس الخيمة بالتحديد أن أنا من عشاق فكرة عالم الجن نفسه بحب أتعمق فيها وأكتشفها أكتر وأكتر وده سبب الرئيسي اللي خلاني آجي هنا القلعة دي أن أنا أستكشف موضوعه وأعرف قصة وراه ويظل هذا القصر أسطورة تجمع بين عالمنا وعالم آخر عالم مبهم ممنوع لا يرى بالعين المجردة ويرفضه المنطق والعقل ولكنه دائماً يشدنا ونرغب في استكشاف أسراره وخفاياه فكل ممنوع مرغوب دان العقاد لفوكس أكاديمي ترجمة نانسي قنقر